هذا المترول والديزل مئتا ناقلة محتجزة في البيضاء وتحديدا هنا في منطقة عفار بمديرية الملاجم الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية متوقفة في مركز جمركي غير قانوني استحدثته ميليشيا الحوثي مؤخرا بغرض فرض مبالغ مالية باهضة تحت مسمى رسوم جمركية على الناقلات القادمة من طريق مأرب وحضر موت والمهرة تصل إلى مليوني ريال على كل ناقلة بترول أو غاز لكن الجديد هذه المرة أن مئتين ناقلة متوقفة منذ قرابة أسبوع بسبب أن ميليشيا الحوثي أوقفت العمل في المركز الجمركي ما دفع مالكي الناقلات لمفاوضة الحوثيين لدفع أكثر من أربعة مليون ريال عن القاطرة الواحدة مقابل الإفراج عنها خطوة تهدف من خلالها الميليشيا إلى افتعال أزمة في المشتقات النفطية ترفع على إثرها الأسعار إلى الضعف في وقت تشهد فيه صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيا أزمة حادة وانعدام للمشتقات أدت لتوقف حركة السير وتعطل الحياة تأجيج الرأي العام ضد معركة الحديدة هدف آخر تسعى له الميليشيا بحسب مراقبين خاصة مع مطالبات بوقف المهركة بذريعة الآثار المترتبة على قطع الطريق الرئيس الرابط بين الحديدة وصنعاء والذي يعد خط الإمداد الأهم لمناطق سيطرة الميليشيا بالوقود والغذاء وبينما كانت الحرب سبباً له وما هو مفتعل يكتوي المواطنون بنيران الميليشيا وأزماتها